هذا المصطلح هذا والكي ما كان عرفوش فعلا شنو هاد المارض يا مارض ارتفاع ديال التنسون ديال العين او لا ما يسمى عمتنا بمرض هو مارض تدريجي يعني كي ادي الى كي اتصر على العصب البصاري وكي ادي الى فقدان في المجال البصاري الى ما كانش هناك علاج كي تسمى ايضا بالصارق صامت البصر لانه يعني كي سرق مال البصر بدون اعراض يعني المريض ما كيكونوش عندو اعراض في المراحل المبكرة طبيعي الحال المراحل الاولى ايا رك هو بالضبط مش نقص في النادار مش ومع علاقة لا هدو كي ياني ف المراحل المتقدمة وفي المراحل الاولى كيكون هناك غير ارتفاع فész الضغط ديال العين اللي كي ادي ان لازم مجال البصري ديالنك يصغر داكو يعني المجال البصري كيفاش كي صغار هو بحل كي لي mobile لانسان ما كيشوفش مزيان الاشياء المحيطة به ما كيشوفش مزيان الأشياء المحيطة بها بحالك يطل يعني في واحد في واحد شوية مثلا يعني كيطل بعينيه في واحد شوية يعني ما كيشوفش الأشياء اللي محيطة اللي محيطة يقدر يكون الماريض عنده عشرة على عشرة في الشوف ولكن المجال البصري دياله ضيق داكو واضح واضح هو عنده أسباب دكتور يعني مباشرة ولا ممكن تكلم على عوامل بطبع الحال هنا لك عدة أسباب منها الزيادة في الضغط ديال العين هو السبب الأكتر شوية لأن العين ديالنا عندها واحد ضغط اللي كيكون خاص بها اللي هو كيكون عادة ما بين 15 و 21 فمنك يرتفع هذا الضغط فوق من 21 فكيؤدي هذا الضغط أنه كيضغط على العصب البصري وكيؤدي إلى الإطلاف دياله بشوية بشوية نعم يعني هذا الضغط كيكون من ديال هاداك المال اللي كيكون في الجزء الأمامي ديال العين هو اللي كيخلي أنه يعني كيضغط على العصب البصري أنا دائما كنعطي المثال ديال واحد البالون مثلا عمرته بالما وسديته بواحد البوش فكل ما زدتي في الضغط ديال هاداك الماء فكل ما كيضغط لنا على ذاك البوش البوش يعني هو هاداك العصب البصري كل ما تزاد لنا ذاك الضغط كل ما كيضغط على هاداك العصب البصري وكي ادي إلى الإطلاف التدريجي دياله هذا الضغط ممكن تسمي هو الإجهد من اللي كان نجاهده العين دينا؟ من اللي كان بقى مثلا نشوف التليفونات كثيرا؟ لا 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 ما عندوش علاقة هذا المرور ديال المياه اللي كتكون داخل ديال العين وكيف اشتا كان ضغطه هاي اللي بغينا نقوله؟ يعني شنو اللي كي يسببنا أن نحتا نضغطه أو نجاهده في العين دينا؟ لا هو مرض يعني ماشي احنا اللي كان دياله هو بنفسه من الأسباب عوثاني اللي كتكون دياله هو العمر كل ما زدنا في العمر ديالنا كل ما يعني عنا الخطورة أنه يقدرون تصابوا بهذاك المرض ديال التنسون ديال العين نعم كي ينعوثاني العامل ديال الويراتة مثلا كين بعض العائلات اللي كتلقى فيهم الأب عندو يعني هاد مرض الجلوكومال إبن إبن العم يعني كيكون عندهم مرض ويراتي نعم كين أيضا بعض الأسباب الصحية مثلا مرض السكري مرض ارتفاع ديال الدم والجلالة مني كنخليها يعني كتكبر بزاف حتى كتتضغط لنا على العين ديان هاد هم ما يعني بعض الأسباب اللي اللي كي يؤديوا إلى ارتفاع ديال الضغط ديال العين نعم هو في الأول قلنا ما عندوش أعراض في الأول نعم ما عندوش هالأعراض وضيحة ولكن من بعدوش كان أعراض ممكن تدل على نعم بالفعل هو في الأول ما كي تكون تشي أعراض وهذا هو الخطورة ديال المرض هو أنه في الأول ما كيحس المرض بتشي حاجة ما كيكون لا ألام لا تشي حاجة ولكن هادك المجال البصري دياله كي يولي غادي وكي صغار كي يضيق يعني حتى كي أدلينا إلى هبوط يعني في الحدة البصرية وهذا كيكون يعني في المراحل المتقدمة هي الرؤية المشوشة أو للهالات حول الأضواء يعني الضغط يبلينا مشتت هادوهما في المراحل المتقدمة وبطبيعة الحل الآلم في العين الآلم في العين نعم بالفعل هو كيكون من جهة الجبهة ولا منه كيكون الآلم يعني دكتوري لا ممكن يعني الناس باش يحرفوا الآخر بالضبط كيكون من جهة الجبهة ويعني العين كتحس بحالة يعني أنها مزيرة عليك يعني أنه كين واحد الضغط مرتفع فيها نعم نعم وتكلمنا على أنه هاد المرض كيتطور مع السين تدريجي ومع السين يعني كل ما الإنسان كبر في السين أكثر كل ما المرض كيتطور معه أكثر وأكثر نعم بالنسبة لتشخيص دكتور هنا كيف يكون تشخيص ديالكم؟ التشخيص دياله هو أولا يعني هو الفحص من طرف فحش شامل العين من طرف طبيب مختص آآ في جراحة العيون اللي كي قسلنا الضغط ديال العين وكي قارنهم على باكي ماتخي ديال القرنية اللي هو السمك ديال القرنية باش يعطي الضغط المطبوط ديال العين وكي شوف أيضا العصب الباصاري الشكل دياله وكي دير نعم كان يعني بعض بعض الاختبارات الأخرى اللي كنديروها باش يعني كنديرو لدياجنوستيك ديال هاد المرض هو مثلا الاختبار ديال المجال الباصاري اللي كي شوف لنا يعني قاع النقاط اللي كنشوفه في واحد المجال الباصاري وكينت صوير المقطاعي للرأس الباصاري اللي هو لوسيتة اللي كي تسمى بلوسيتة هو كي ديال لنا واحد تحليل يعني ميكروسكوبي ديال قاعة يعني هادك العصب الباصاري خيط بخيط يعني كي شوفه واش كينش يضرره ولا ما كينش نعم يعني كتحاولوا التشخيص يكون شامل يعني على العين باش تحده أكبر بطابعة الحال ويعني في مني الواحد يعني كي ديروا واحد الفحص ديال الأعيون يعني راه الطبيب دائما كي عبر تنسيون ديال العين ديالو باش كي شوف واش مرتفع أو ما مرتفعش امتي واش فيتها ديك الواحد وعشرين او لما فيتاش نعم واضح واضح بالنسبة لعلاج دكتور يعني كين علاج بطابعة الحال هنا لك العلاج اللي هي بطابعة الحال الأدوية القطارات اللي كنستعملوها لخفض هادك الضغط اللي كيكون داخل ديال العين كذلك الأقراص والأدوية الفاموية اللي تهيكة تهبط لنا هادك الضغط اللي كيكون في العين كي العلاج بالليزر هو ليزر يعني انتقائي كن كن ضربوه ولكن هاد العلاج بالليزر كي تدر كل ست شهور يعني ماشي ما كي يعطيش واحدة ريزولتا دائم يعني كل ست شهور كي يخصك تعاوده واخيرا كين الجراحة بطبيعة الحال هادو في الحالات المعقدة والحالات اللي يعني متقدمة كتيرة باش يعني كنحاولو نخليو المريض واحد شوف اللي يكون اللي يكون مزيان مضبطة نعم نعم ولا قدر الله ما كاش واحد يعني شخص مبكير او يعني المريض تهاون في الحالة ديالو وش كي يكون مضاعفات كبيرة دكتور بطبيعة الحال المضاعفات هو ان الشوف ديالنا كيهبط وهادك الهبط اه ما كيش له الحل يعني انه التلف اللي كيكون في العصب البصري ما كي عاوت يرجع يعني خاصنا دائما نشدو المرض ما حدو في المراحل الاولى ديالو باش ما كنخليوش هادك العصب البصري كي يتضرر والمجال البصري ديالنا ما كيصغرش اه أهم شيء يعني في المجال البصري هو انه مثلا ف السياقة الانسان ما كيكون كيصغ يعني كيشوف السيارة اليحداك كيشوف كل شي يعني اليمقابل معها هادك السيد اللي كيكون عنده تضيق في المجال البصري ما كيوليه شي بنوله يهقع السيارات يعني كيبالليه غير مثلا ῦدو حد حد يعني ججاجة ديال صيارة ديالو وكيولي كيشوف غير 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 قدام مطابعة نعم والرسالة عندي لجميع الأشخاص اللي كيتبعوا على هذا التنسيون ديال العين أو للغلوكوما هو أنه ما تقطعش للقطارات ديالك أو للأدوية ديالك إلا باستشارة مع الطبيب لأن بزاف ديالناس يعني كيدلوا القطارات أو اللي كي يأخذوا الأدوية وما كيعرفش السبب علاش يعني كيبقى دائما كي يأخذهم هو هذك القطارات وما اللي كيخليونا نهبطوا هذك الضغط وكن حافظوا على هذك المجال البصاري يعني كيوالي مرض مزمن بحال مرض السوكيري نعم يعني ومبعد كيوالي مرض مزمن مع الأسف إلا ما كاش تشخزيه في حد الوقت اللي هو بكري دكتور نعم واش كيين الطرق للويقاية من هذ المرض؟ بطبع الحال الويقاية كيتم يعني بقياس ديال الضغط ديال العين مرة كل سنة بالنسبة للأشخاص اللي فيتسين ديالهم أربعين سنة لأنه كيما قلنا يعني كل ما تزادين في العمر كل ما يعني الخطر ديال الإصابة بهذ المرض كيتزاد والأشخاص بطبيعة الحال اللي عندهم شي واحد في العائلة كيتاوي على التنسيون ديال العين لأنه كيين عامل يلي ويراتها يجيب علينا أننا أننا نقاس وتاهم الضغط ديال العين ديالهم كل سنة نعم هذو مطرق يعني ضروري من الفحص ديال العين يعني هذا هو اللي غادي يقدر يحمينا إلا بغينا نقوله مطابع الحال نعم مواضح اتبارك الله عليك دكتور كنت سعيدة بتوجيدي لك معنا اليوم شكرا شكرا لك مرحبا اشتركوا في القناة